أشادت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيل مكرم بالجهود المفذولة بالعاصمة الإدارية من قبل العاملين بها من أجل تقديم صورة تليقوا بمصر وحضارتها والعمل على التوسع الصناعي والاستثماري أيضا بالتوازي مع النهضة العمرانية وتطوير البنية التحتية جاء ذلك خلال تنظيم وزارة الهجرة زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لعدد من أبناء الجالية المصرية حول العام لم على هامش فعاليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج من جانبهم أعرب أعضاء الوفد من الكيانات المصرية بالخارج عن انبهارهم وفخرهم بكل ما شاهدوه من مشروعات تنموية مختلفة بالعاصمة الإدارية وتخصص النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج لدعم رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة وإنجازاتها وكذلك المشاركة في المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة أولا أنا سعيدة أن أنا بستحب النهاردة ممثلي الكيانات المصرية المشاركة في مؤتمر الكيانات المؤتمر الثاني وأيضا أعضاء الجاليات المتواجدين حاليا على أرض الدولة مهم جدا بعد ما خلصنا أعمال المؤتمر أمس أن نقوم بزيارات ميدانية والحقيقة حرست أن تكون أول زيارة ميدانية في العاصمة الإدارية الجديدة بالتأكيد أن ممثلي الكيانات وممثلي أيضا الجاليات لما بيشوفوا بنفسهم ويصوروا بتليفوناتهم ما تقوم به الدولة والقيادة السياسية علشان نقدر أن نطور مصر ونصل إلى الجمهورية الجديدة اللي احنا كلنا عايشينها في هذا الوقت الحاضر بالتأكيد أن شهادتهم تستحق أن نستحبهم النهاردة نرد على كافة استفساراتهم عشان هما بدورهم القوى النعيمة للدولة المصرية وصفراء الدولة المصرية في الخارج يقدروا أن هما يردوا على كل الأكاذيب أو كل الأخبار الشائعة اللي بتتقال على دولتنا في مصر الحديثة مصر النهضة مصر العظيمة بشعبها برئيسها بوزارتها بكل ما تملك احنا في مكان الواحد فعلا دلوقتي فخور أنه هو في العاصمة الإدارية الجديدة بصراحة بشوف إنجازات فوق الخيال بشوف بسرعة البرق زي ما بيقولوا كنت أخذها صحرة دلوقتي المبنى خلاص قرى بيكمها الفضل السيد شهر واستلم أنا بدعو كل المصريين وكل الجالية معايا وقلت لهم أن هما يجل استثمروا هنا يعني شيء جميل للوزارات ممتازة الشكل ممتاز شكل أوروبي أمريكي واخد كل التوابع بأيدي مصرية فعلا